بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية السطح. لما يشوف الرأي ان هو واقف على سطح بيته او سطح بنية هنعرف معناهم بشكل مختصر. اولا نقوف على السطح من الرموز اللي بتدل على مكانة اه بين الناس من الرموز اللي بتدل على تغيير الظروف وتغيير الاحوال الافضل. اه كمان اه لما يشوف ان هو واقف فوق السطح من الرموز اللي بتدل على الصراء اه خصوصا للشخص الفقير في الواقع. وكمان بشارب بالشفاء لشخص مريض. بشارب الفرج للمهمومس. بشارب سماء اخبار اه سعيدة اخبار مفرحة. كمان النوم فوق السطح من الرموز برضو اللي بتدل على استقرار وعلى هدوء في حياة الرأي من الناحية النفسية. اه كمان اه لما يشوف الرأي اه ان السطح وبارة عن اه منحدر فدي من الرموز اللي بتدل على انه اه هيحصل شيء في حياة الرأي شيء ده يمكن يقلب حياته او هيغير حياته جزريا. لما يشوف ان هو خايف وهو واقف فوق السطح فمعني جدا ان هو بيجتهد للوصول لهدف او الوصول لتحقيق تموح. اه كمان لما يشوف الرأي ان هو واقف فوق السطح فبرده من الرموز اللي بتدل على جاه على سلطان على اه اه رجل حكيم على اه رجل كمان لديه اه كتير من الاموال. لما يشوف الرأي انه بيجري فوق السطح. اه فبرده دي من الرموز اللي اه بتدل على اه الحدوث شيء هيؤذي الرأي من شخص اه مقرب اه منه. الجلوس على السطح برضو اه خصوصا في السيف. اه فمن الرموز اللي بدل على تغلبه وعلى زماد وتحقيق آآ رغبات. الفتالة عزباء ما تشوف ان هي واقفة فوق السطح او ان هي آآ آآ بتصعد للسطح فبشارة لها بتحقيق نجاح بتحقيق دميز وتفوق توقف الدراسة او في العمل وتحقيقها لشيء هي بتتمناها. كمان السطح لما يتشوف الفتاة العزباء السطح ولكن السطح آآ منهار او آآ متكسر. فللاسف بتدل على ان هي هتسمع خبر ولكن الخبر ده مش هيكون سعيد. الجلوس على السطح اللي الفتاة العزباء بشارة لها باقتراب الخطوبة او باقتراب الزواج من شخص آآ سري او من شخص آآ آآ لي آآ مكانة. آآ كمان آآ رؤية السطح نضيف في المنام للفتاة العزباء بشارة بحز آآ آآ سعيد وكمان بنهي هتسمع احبار آآ آآ سعيدة. الاخبار دي كلها هتكون متعلقة بيها هي. كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لما تشوف انها وقفها فوق آآ آآ السطح والسطح عالي. فبشارة بتمتع بمكانة آآ بين الناس لو كانت هي بتعمل فبشارة ليها بترقية او بمنصب او حصولها على وظيفة آآ آآ مرموكة. كمان لما تشوف ان هي جلسة فوق السطح مع آآ آآ زوجها فبشارة ليها بنجاح وتحقيق طموح آآ كمان دعم ومساندة من آآ زوجها واستقرار آآ ما بينهم. لما تشوف ان هي بتنظف السطح او آآ بتصلحه او بتنظفه لو كان هو عليه آآ مش نضيف. كل ده بتدل على تغلبها على خلافات تغلبها على مشاكل وبالاخص مشاكل او خلافات آآ لا اما عائلية لا اما زوجية. وبشارة لها بين سعادة وود ومحبة واستقرار بينها وبين آآ زوجها. كمان تنظيف السطح من الرموز برضو للمرأة المتزوجة آآ من الرموز اللي بدل على حاصل سعيد ليها وكمان سمع اخبار آآ آآ يعني اخبار آآ سعيدة. المرأة الحامل كمان لما تشوف ان هي واقفة فوق السطح وهي كانت في الشهور الاولى آآ من الحمل فمعنى جده ان هي هتولد آآ آآ زكر والله آآ واعلم آآ واعلم وهتكون وهيكون لي مكانة في المستقبل. لما تشوف ان هي نايمة فوق السطح وحسب بالراحة فآآ آآ دي ولادة آآ سهلة ولادة ميسرة آآ مش هيكون فيها لقلق ولا خوف وكمان هتكون بصحة هي وآآ طفلة. النزول من على آآ السطح آآ آآ من الرموز اللي للأسف بتدل على عدم تحقيق الرأي لشيء هو كان بيسعى ليه او كان شيء هو بيتمنى آآ ممكن كمان تدل على تنازلات او تضحيات هيقوم بيها الرأي في حياته آآ كمان ممكن تدل على تغييرات جزرية هتحصل في آآ حياة الرأي. كمان رؤية السطح برضو او النزول من على السطح آآ ممكن يدل على آآ آآ صعاب شوية ممكن تقابلها آآ يقابلها الرأي ممكن في عمله او في تحقيق حلم او تحقيقه آآ لأمنية. لما يشوف الشخص انه على السطح بتاع البيت بتاعه في آآ ميا. لو كانت الميا اللي موجودة على السطح دي آآ بيتعوق حركته او في آآ آآ صعوبة في الحركة بخصوص الميا دي او بسبب الميا دي فدي مشاكل ومتاعب هيقابلها الرأي. آآ كمان للشخص المريض لما يشوف انه هو آآ واقف على السطح فبشارع ليه باقتراب الشفاء. كمان لما يشوف الشخص النواقف فوق السطح وبيشعر بالخوف او بيشعر بالقلق. فمعنى كده انه هو في امن وامان في حياته وكمان هي آآ هيتخطى مرحلة آآ صعبة. السقوط من على السطح للأسف من الرموز اللي غير مستحب. فآآ بتدل على فشل الرأي في حياته سواء في آآ الدراسة لو كان هو لست آآ بيدرس. او في آآ وظيفة آآ او في عمله. آآ ممكن تدل على تركه للوظيفة دي. آآ لو الشخص خاطب او مرتبط فممكن تدل على الانفصال او فسخ الخطوبة. آآ ممكن تدل على تنازلات او تخلي الرأي عن احلامه او عن آآ امنياته. لما يشوف الشخص انه هو بيصلي فوق السطح آآ فوق السطح المنزل. آآ فمن الرموز اللي بتدل على التزامه وعلى آآ آآ الزامه بالطاعات. آآ كمان لما تشوف الفتاة العزباء ان هي برضو آآ بي آآ بيتصلي آآ فوق المسجد فبردو دي من الرموز اللي بتدل على زواجها آآ من آآ شخص آآ آآ محافظة على صلواته شخص آآ مستقيم. لما يشوف الرأي ان هو مش قادر يطلع السطح او في صعوبه في الصعود وعلى سطح المنزل فللأسف برضو بتدل على فشل في حياته بشكل عام سواء في العمل او في الدراسة او فشله في العلاقات او فسخ اآ آآ ارتباط او زواج كي يمكن ما يتمش او خلافات زوجية ممكن تقدي لانفصال او ان هو آآ محتاج انه آآ يجتهد اكتر انه يعمل يبسل مجهود اكتر انه يسعى اكتر في تحقيقه آآ آآ لشيء هو بيتمنى او بيسعى عليه فعليه انه هو يعني آآ يجتهد اكتر آآ كمان الرجل لما يشوف ان هو آآ مش قادر يطلع على السطح فمعنى جده انه مش قادر يوصل لمرتبة هو بيحلم آآ بيها ممكن آآ يكون في آآ صعوب او في آآ مشاكل آآ فعليه انه هو آآ يزبر آآ كمان لما يشوف الرأي انه آآ واقف على آآ سطح آآ مجهول لما يشوف الرجل انه هو على سطح آآ بناية مجهولة آآ فمعنى كده انه هو هيوصل لآآ مرجس مرموك او درقية آآ ولكن يمكن بعد كفاحة وبعد جهاد كتير آآ كمان لما يشوف انه على السطح آآ مع اصدقائه او مع اصحابه وهو مبسوط وهما يعني مبسوطين مع بعض فده نجاح آآ وتفوق آآ سواء آآ هو او اصدقائه كمان يمكن دل على دعم وتعاون آآ بينه وبين الاصدقاء اللي موجودين آآ معي كمان الوقوف على السطح برضو من الرموز اللي بتدل على زوايا الهم وعلى خلاص من آآ قرب وعلى استقرار آآ كمان ممكن تدل على السراء آآ كمان لما يشوف الرأي انه هو واقف على السطح فده نجاحه وتفوقه في حياته آآ بشكل عام آآ ده كده وباختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية السطح في المنام آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة